حرب الناقلات مجدداً جاء الدور هذه المرة على ناقلة بريطانية كانت تبحر في الخليج العربي لتجد أمامها ثلاثة زوارق إيرانية تحاول اعتراضها في مضيق هرمز قبل أن تنسحب تلك الزوارق بعد تحذيرات من فرقاطة بريطانية كانت في المنطقة وفقاً لما أعلنته مصادر رسمية في لندن شبكة سيان أن الإخبارية نقلت هي الأخرى عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهما إن الإيرانيين أمروا ناقلة النفط البريطانية بتغيير مسارها للتوقف في المياه الإيرانية القريبة مشيرة إلى أن الواقعة التي صورتها طائرة أمريكية انتهت عندما قامت الفرقاطة البريطانية التي كانت ترافق الناقلة بتوجيه أسلحتها إلى الزوارق الإيرانية فأجبرتها على المغادرة على الجانب الآخر رفض الحرس الثوري الإيراني الروايتين البريطانية والأمريكية وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جوار ضريف إن المزاعم البريطانية لا قيمة لها هذه التطورات تأتي بعد أيام فقط على تهديدات إيرانية صريحة لبريطانيا التي احتجزت ناقلة النفط الإيرانية غريس وون في مضيق جبل طارق والتي كانت متوجهة إلى سوريا وهي محملة بالنفط الخام وهو ما يعد خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد ويبدو أن التحذيرات الرئيس الإيراني حسن روحان بريطانيا من عواقب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية وتأكيدات القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي من أن إيران قد تحتجز ناقلة نفط بريطانية قد حاولت طهران ترجمتها واقعا ولا يمكن للنفي الإيراني التغطية عليه وهو ما دفع مسؤولين أمريكيين للحديث عن مساعد تنفيذ خطة بالتعاون مع عشرين دولة لحماية الممرات المائية من تهديدات إيرانية لحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب على أكثر من جبهة تحاول طهران أن تصعد من درجة التوتر ردا على العقوبات المفروضة عليها فمن تجاوزها نسبة تخصيب اليورانيوم المحددة على وفق الاتفاق النووي إلى أنشطتها العدوانية في المنطقة ليصل طيشها إلى تهديد الملاحة في الخليج العربي للمرة الثالثة في غضون فترة وجيزة لتتشابك ملفات الصراع وتتعقد بانتظار ردة فعل حقيقية من المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين حتى في ردات فعله عندما تتهدد مصالحه اشتركوا في القناة